أبنائي طلبة الصف السادس الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الدرس المصوري من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية درسنا اليوم هو الجزء الثالث من قصة الأم الصابرة هل أنتم مستعدون كما كنتم دائما؟ هيا بنا يا أبطال دعونا أولا نتعرف أهداف الدرس أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يلخص أحداث القصة تبعا لورودها في قصة الأم الصابرة يحدد بعض عناصر السرد القصصي مستدلا عليها من قصة الأم الصابرة يربط بين سلوك الشخصيات وتطور أحداث القصة أبنائي نقف اليوم أمام قصة واقعية قصة من أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم إنها قصة سيدنا موسى عليه السلام والقصص القرآني أبنائي يمتاز بمزايا يتفرد بها عن غيره من القصص الإنساني فهو أصدق القصص وأحسنها وأنفعها ولا بد لأي قصة أن تقوم على عناصر تشكل بنيانها وعناصر تحكمها والقصة في القرآن الكريم لا تخرج عن هذا النسق ويقتصر أبنائي ورود هذه العناصر وفقا للغرض من القصة وقصة سيدنا موسى عليه السلام لم تنتهي عند نص القصة التي قرأناها في الكتاب المدرسي بل هي أوسع من ذلك وملئة بالأحداث على فترات زمنية مختلفة فارجعوا لها أبنائي وأكملوا قراءتها في هذا الدرس أبنائي سنقوم بتحليل بعض هذه الأحداث ونقف على بعض تفاصيلها وكيف تم سردها كما سنناقش الشخصيات التي ورد ذكرها ودورها في توجيه مسار الأحداث وسيكون أيضا لنا وقفة مع المشاعر التي سيطرت على أم موسى وتبدل هذه المشاعر بقدرة الله ورحمته دعونا أبنائي الأعزاء نبدأ بسرد الأحداث مع ذكر دليل من القصة عليها في بداية القصة سرد لنا الكاتب بعض الأحداث وجاءت على هذا الترتيب شعور أم موسى بالحمل وقلقها على مصير وليدها موسى قتل الذكور من بني إسرائيل الحلم الذي أخاف فرعون تفسير الكهنة لهذا الحلم نلاحظ أبنائي أن هذه الأحداث لم يسردها لنا الكاتب مرتبة زمنيا كما حدثت في أرض الواقع فالترتيب الذي حدث في أرض الواقع هو الحلم الذي أخاف فرعون تفسير الكهنة لهذا الحلم قتل الذكور من بني إسرائيل شعور أم موسى بالحمل وقلقها على مصير وليدها فبدأ بالحدث الأخير وهذا ما يسمى بالاسترجاع الحدثي أو كما يسمى بالمصطلح الأجنبي الفلاش باك والهدف منه إثارة التشويق عند القارئ ثم أبناء بعد استعراض هذه الأحداث تأتي بعدها أحداث أخرى مرتبة ومتسلسلة حسب ما ذكرناه سابقا والآن نأتي إلى شخصيات القصة ودورها في توجيه الأحداث أم موسى عليه السلام هي الشخصية الرئيسة في هذه القصة أبنائي وقد بدأ الكاتب بوصف شعورها من بداية القصة وقد أشار إلى شعور القلق والحزن والخوف والفزع على وليدها الذي رافقها منذ أن أحست بالحمل وقد استمر هذا الشعور أيضا بعد ولادتها فانتشر في قلبها الخوف وشعرت بالرعب والفزع فكان شعور الصبر والرجاء والرحمة فحرصت على سلامة وليدها فأسرعت بالطفل ووضعته في التابوت وألقته في الماء وطلبت من ابنتها أن تتبعه ثم كان شعور العطف والحنان والرحمة عندما دخلت قصر فرعونة واقتربت من ابنها وأرضعته حتى ارتوى ثم كان شعور الثقة بالله تعالى وأنه لا يخلف وعده فما كان منها إلا أن تمنعت ورفضت البقاء في قصر فرعونة لترضع ابنها ثم انتهت بها القصة إلى الشعور بالرضى والسرور والاستقرار عندما قامت زوجة فرعونة بإرسال ابنها معها لترضعه في بيتها ومن الشخصيات الأخرى أيضا في القصة والتي كان لها دور في توجيه الأحداث أبنائي الكهنة وذلك عندما فسروا لفرعون حلمه مما دفعه للعمر بقتل الذكور الذين يولدون حديثا في تلك الفترة لبني إسرائيل وأيضا من الشخصيات الأخرى التي كان لها دور جنود فرعون وذلك عندما هجموا على بيت أم موسى لتفتيشه والبحث عن مولود ذكر لقتله فسارعت الأم إلى إلقائه في الماء الذي جرفه بعيدا حتى وصل إلى قصر فرعون ومن الشخصيات أيضا الهامة الأخرى التي كان لها دور أخت موسى وذلك عندما التزمت توجيهات أمها وتابعت التابوت لتعرف أين سيرسو فلما رسى أمام قصر فرعون وبدأوا يبحثون عن من يرضعه دلتهم على أمها وكان لها دور في إعادة موسى إلى حضن أمه والآن أبنائي أرجو أن توقفوا العرض وتجيبوا عن التدريب الخامس الصفحة 161 سأقوم الآن أبنائي بحل هذا التدريب معكم وعليكم بعد أن أنتهي أن تقارنوا إجاباتكم التي كتبتموها في كتبكم مع هذه الإجابات حل التدريب أكمل في الجدول دور الشخصيات الآتية في توجيه مسار الأحداث وكنا قبل قليل قد ناقشنا ذلك وتعرفنا إلى دور الشخصيات في توجيه مسار الأحداث ماذا عن الشخصية الأولى كهنة فرعون ما دورها أبنائي في الأحداث أحسنتم كان دور كهنة فرعون هو تفسير حلم فرعون ودفعه لقتل الذكور من بني إسرائيل حيث فسر هؤلاء الكهنة ما حلم به فرعون بأن هناك مولودا ذكرا من بني إسرائيل سيقضي على ملك فرعون بمصر نأتي إلى الشخصية الأخرى في القصة جنود فرعون ما دور هذه الشخصية في توجيه مسار الأحداث أبنائي أحسنتم هجومهم على بيت أم موسى ودفعها لإلقاء وليدها في الماء ماذا عن الشخصية أيضا المهمة في هذه القصة أخت موسى ما دور هذه الشخصية أبنائي في توجيه مسار الأحداث أحسنتم عندما طلبت منها أمها أن تتبع التابوت قامت بالفعل بذلك وظلت تراقبه حتى وصل التابوت إلى قصر فرعون وظلت تتابع ما يحدث إلى أن احتاج هذا الطفل إلى مرضعة يقبلها فدلت حراس القصر على أمها لترضع هذا الطفل وأيضا كان لها دور في إعادة موسى عليه السلام إلى حضن أمه فكان لها دور مهم جدا في أحداث هذه القصة وفي توجيه هذه الأحداث إلى وصول أم موسى إلى الشعور بالطمأنينة والسرور والرضا والاستقرار وهذا من تدبير وقدر الله سبحانه وتعالى عزيزي الطالب عزيزة الطالبة لا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس وكذلك الإجابة عن أسئلة التقييم الختامي نهاية الأسبوع ثم رسال الإجابات إلى معلمك